أستاذ هواري أيمن أشرف عضو منتهي مع النادي الأهلي خلاص الراجل على وشك راحين من النادي الأهلي بحسن معلوماتي أن أسوري كان طالب أصلاً سينترباك يكون موجود في الفريق بيلعب رجله الشمال هل أيمن أشرف بشكل أو بآخر هل ممكن يبقى أراهم من نادي الزمالك هل ممكن يحصل اتفاق بين الاتنين ولا كلامنا مش موجود طيب زي ما انت قلت كده كريم أسوري طالب سينترباك بيلعب رجله الشمال ومميز في ضربات الرأس ولكن آه فيه كلام مع أيمان أشرف ودي مفاجأة فيه كلام بس برضو اللي أنا عارفه إن الزمالك متحفز فنياً على ضم أيمان أشرف أصلاً فنياً دي أنا بتكلم جهاز فني الراجل عايز مدافع بيقدر يبني هجمة يقدر يطلع بكرة وهم شايفين إن ده مش متوفر في أيمان أشرف آه أيمان لعب كبير ولعيب دولي ولعيب هايل ولكن هو الراجل ليه طلبات معينة وسألت بشكل مباشر كده في الحتة دي يا جماعة أنتوا شايفين إن فيه سيرد باك أشول في مصر تقدروا يعني هو ده اللي يلبي طلبات الجزء فني قالك لا ولا واحد خالص لأن برضو الناس قالت أيمان أشرف أحمد أيمان منصور هم شايفين لو حد من دول جيه هو موجود عشان يبقى موجود كتدعيم أو أنا بأب جريد الفرقة بشكل عام فلازم بيقى عندي واحد واثنين وثلاثة واحد ده أجنبي مين الاسم الأجنبي لعب اسمه حسين ديهيري ده لعب جزائري ده اسم من ضمن الأسماء اللي تعرضت لاقت الكبول بشكل كبير جدا لعيب مميز والنم المنتخب الجزائر وسنه صغير وبرضو ده التوجه في الزمالك شوية كريم إن أنا لو هجيب لعيب يا إما لعيب صغير بروبسنج فيلعب معي كذا سنة يكسر الدنيا وطلعه بره فأكسب فيه بعد ما يكون الدني كذا سنة يا إما جيب لعيب فريد فحسين ديهيري ده اسم من الأسماء اللي لاقت الكبول جدا بما إن اتكلمنا عن الأجانب الزمالك زي ما احنا عارفين عايز مدافع أجنبي رقم 8 أجنبي ومهاجم المهاجم فيه مهاجم أفريقي من الدورة المغربية الزمالك حاطت عينه عليه وفيه زكريا دراوي في خط النص برضو اسم من الأسماء اللي زمالك حاطت عينه عليها بتاع الشباب بالوزداد بالضبط بتاع الشباب بالوزداد وزي ما قلنا حسين ديهيري لعب فريق برهدو الجزائري وفريق برهدو من الفرق اللي بتطلع العيبة كويسة واتطلعهم عشان تحقق يعني عقد مادي كويسة خلال أسبوع وعشر تيام فيه قعدة معه سوريو ممكن الزمالك بعد القعدة دي يحسم اتفاقه مع أول العيب أجنبي عشان ينضم الاسفور في الفريق لأنه سوريو في قعدة مع الإدارة قال لهم أنا عايز أعرف قصة الكيد وقصة كيد اللعيبة قبل البطولة العربية لأن انت عارف يا كريم أن الدوري مش يكون خلص فالزمالك عايز يعيد اللعيبة اتحاد الكوراة قال لك هيبقى الأمور صعبة أن أنا أفتحها والدوري شغال فالراجل طلب أن القصة دي تتحسم والزمالك بيتحرك في أنه يحسم القصة دي عشان عايز على الأقل أنه يدخل البطولة العربية بالمدافع الأجنبي وبالمهاجب الأجنبي كلام محترم كلام محترم مما جد